الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم ثم أما بعد مرحبا بكم جميعا مرحبا بكم أبنائي وبناتي في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في مقرر الحديث حديث من أبنائي؟ حسنتم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سوف نتعرف على أمر في غاية الأهمية أبنائي ما رأيكم؟ دخل أحمد للبقالة وأراد أن يشتري شيئا ما فحلف التاجر والبائع على أن هذه البضاعة بضاعة سليمة خالية من العيب وعندما اشترى أحمد وذهب إلى المنزل وجد عيبا في هذه البضاعة ما رأيكم بتصرف البائع والتاجر؟ اليوم سنتحدث عن خلق عظيم هذا الخلق يجب على الجميع أن يتحلى به ويختص التجار ومن يمارسون التجارة أيضا بمزيد عناية بهذا الخلق ألا وهو أحسنتم الصدق إذن سنتحدث اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن الصدق في التجارة قبل أن نبدأ دعونا نستذكروا ما يتعلق بالوحدة الثانية والتي نحن فيها اليوم اليوم الوحدة الثانية عناية الإسلام بالعمل المهني قلنا يتوقع من الطلبة بعد نهاية الوحدة أن يكونوا قادرين على واحد بيان مكانة العمل المهني في الإسلام أيضا حفظ الحديث المطلوب حفظه بإتقان كذلك تقديم ترجمة موجزة للرواة الأحاديث وأيضا استنباط الفوائد من الأحاديث أما فيما يتعلق بدرسنا فكما قلت لكم أبنائي سوف نتحدث عن الصدق في التجارة وهذا هو رابط الدرس الرقمي لمن أراد أن يتابعنا من خلاله البداية ستكون بمراجعة يسيرة للدرس السابق تحدثنا عن العمل اليدوي وقلنا بأن الأنبياء عليه السلام كانوا يعملون بأيديهم ليس كذلك وهم القدوة إذن الإنسان يحرص على الكسب الحلال والعمل الحلال وأن يعمل بيده أيضا قلنا يجب على الإنسان أن يحترم العمل بجميع أنواعه ولا يحتقر العمال ولا يحتقر المهن إذا كانت مباحة كذلك حينما تعمل وتسعى لكسب الرزق فأنت تعف نفسك عن ماذا؟ عن سؤال الناس ولا شك أن هذا أيضا العمل هو عبادة فيحرص الإنسان على هذا الأمر طيب ماذا عن أهداف درسنا لهذا اليوم؟ ماذا نريد أن نتعلم في درسنا أبنائي؟ دعوني أذكر لكم بإذن الله سبحانه وتعالى الأهداف نريد أن نتعرف على بعض أحكام التجارة وأيضا أن نفهم الحديث فهما صحيحا وأيضا أن نطبق يا أبنائي بارك الله فيكم نريد أن نطبق طيب الحديث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان لاحظوا البيعان كرروا خلفي البيعان أحسنتم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا لاحظوا صدقا وبينا ما النتيجة؟ بورك لهما في بيعهما رأيتم وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا رأيتم أبنائي إذن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث عن أمر في غاية الأهمية ألا وهو الصدق في البيع والشراء لاحظتم؟ البيعان يعني البائع والمشتري لاحظوا فإن صدق البائع عندما سأله مثلا المشتري عن هذه البضاعة قال له إسمع الحقيقة مثلا هذه البضاعة فيها العيب الفلاني إذن بيّن أليس كذلك؟ لم يخفي العيب وإنما بيّن للمشتري قال الحقيقة هذه البضاعة فيها العيب الفلاني وفيها نقص كذا طيب ما النتيجة؟ حتى وإن كان السعر أقل أحسنتم هذه النتيجة بورك لهم يبارك الله سبحانه وتعالى حتى وإن باع بسعر أقل لكن لو أنه عندما جاءه المشتري فقال له أريد هذه البضاعة هل هي بضاعة سليمة؟ قال له نعم هي سليمة وخالية من العيب ولن تجد مثل هذه البضاعة وهو يعلم في قرارة نفسه أنه يكذب ما النتيجة والعاقبة؟ حتى وإن كان البيع بسعر أعلى لكن انتبهوا العاقبة وخيمة موحيقت أي ذهبت بركة بيعهما فيحرص الإنسان على الصدق دائما في كل أحواله طيب بعد أن شرحنا الحديث دعونا يا أبنائي نتوقفوا أو دعونا نتوقفوا شيئا يسيرا التعريف براوي الحديث هو الصحابي الجليل حكيم بن حزام الأسدي كان له العديد من السجايا والفضائل الحميدة فمنها أنه كان متواضعا ومن تواضعه رضي الله عنه أنه لا يأكل طعاما وحده طيب ماذا كان يفعل؟ بل يدعو من أيتام قريش على قدر طعامه رأيتم؟ السخاوة سخاوة النفس وطيب النفس وتواضعه تواضعه رضي الله عنه وكرمه لا يأكل ماذا؟ ما لا يأكل وحده وإنما يدعو على قدر طعامه من أيتام قريش طيب معاني الكلمات من يقرأ الكلمة الأولى؟ نعم ألم أقرأ الحديث؟ طيب من يقرأ الكلمة الأولى وقد نبهت عليها؟ البيعان أي البائع والمشتري أحسنتم بالخيار يعني لهما حق في إمضاء البيع أو فسخه ما لم يتفرق يعني من مجلس العقد وهذا الخيار يا أبنائي هو خيار المجلس وله أحكامه وندرسه بإذن الله سبحانه وتعالى في الفقه بينا أي بينا أي بينا كل منهما للآخر ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه موحقة لاحظوا المحق هو النقصان وذهاب البركة رأيتم؟ أبنائي طيب من يعيد قراءة؟ من يعيد قراءة معاني الكلمات؟ جيد والمعنى الكلمة الأولى ممتاز من يقرأ الكلمة الثانية؟ ممتاز من يقرأ المعنى الكلمة الثانية؟ طيب والثالثة والرابعة أحسنتم والخامسة بارك الله فيكم أبنائي وبنات من معاني الحديث وإرشاداته أبنائي دائما ما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمات اليسيرة في العدد لكنها العظيمة في المعنى من يذكر لي بعض الفوائد المستنبطة من الحديث؟ طيب هذه فائدة وأيضا لا يا أبنائي الفوائد كثيرة أحسنتم هذه فائدة ثانية وهذه ثالثة أحسنتم والفوائد كثيرة طيب دعونا نقرأ سويا قد يقع البيع بغته من غير تفكير فيندم المتبايعان أو أحدهما من أجل ذلك لاحظوا أعطى الإسلام فرصة تسمى الخيار يتمكن المتبايعان لاحظوا يتمكن المتبايعان أثنائها من اختيار الأنسب لهما من إمضاء البيع أو فسخه كما قلنا هذا الحديث ذل على خيار المجلس أي أن الإنسان له أن يفسخ البيع ما دام أنه في هذا المجلس ما لم يتفرق هو والبائع الصدق والأمانة هما أساس النجاح في الدنيا والآخرة ومن ذلك النجاح في العمل والتجارة نعم كن صدوقا وكن أمينا وأبشر بالخير الصدق والأمانة وأبشر بالخير إذا تحريت الصدق والأمانة في أعمالك وتجارتك فإن ذلك يعود عليك بالبركة نعم يا أبنائي الذي يتحرى الصدق ما معنى يتحرى الصدق؟ يعني يكون صدوقا ويكون طبعه الصدق فأن الفائدة في الدنيا والآخرة أما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى ما في شك الله عز وجل يحب الرجل الصدوق ليس كذلك حتى يكتب عند الله صديقة أما في الدنيا فإنك تكسب السمعة الحسنة بين الناس وتصبح أنت التاجر الصدوق الأمين يسألون أين فلان؟ إننا قد سمعنا من سمعته أنه صادق فتكسب وتنمو لاحظوا وتنمو أعمالك وتنمو تجارتك فيحرص الإنسان بارك الله فيكم على هذا الخلق والتحلى بالصدق والأمانة وفي المقابل الغش والكذب في التجارة قد يكون سهلا نعم لأن المشتري يأتي ولا يعلم حقيقة الحال وقد يجني التاجر أيضا منه مبالغ طائلة وربحا وفيرا في البداية لكن العاقبة خطيرة العاقبة في الدنيا يفقد السمعة وثقة الناس وأيضا فوق ذلك تمحق البركة ويأثم بفعله ويعرض نفسه لقاب الله في الآخرة خاصة إذا حلف بالله كاذبا ليروج بضاعته إذن لاحظوا المفاسد الكثيرة التي تجتمع في الكذب مقابل بضعة مبالغ ودريهمات يمحق الله سبحانه وتعالى بركتها فيحذر الإنسان من هذا الخلق المذموم في كل شيء وكذلك في التجارة خلق الكذب خلق مذموم أيضا يا أبناء الصدق في التعامل يكون مع جميع الناس أيا كانت ديانتهم نعم تصدق وتكون صادقا مع الجميع بلا استثناء في النشاط ما الصفة التي علق عليها حصول البركة في البيع ما الصفة ذكرناها وعشرنا وقلنا بأن النتيجة هذه ما هي الصفة أضع هذا السؤال في هذا النشاط بين أيديكم أبنائي وبناتي وأنتم بإذن الله سبحانه وتعالى أهل لإجابته نأتي الآن للتطبيقات السلوكية دائما ما نقول بأننا نتعلم من أجل ماذا أحسنتم من أجل أن نطبق من التطبيقات السلوكية يجب على الإنسان أن يتمثل خلق الصدق في جميع شؤونه في جميع أحواله ليس كذلك؟ نعم يكون صادقا يكون آمينا في التعامل مع الناس أيضا حسن الخلق ليس فقط في البيع والشراء بعضهم يقول قد أريد أن أكون خلوقا من أجل أن أكتسب السمعة ويأتي الناس إلي ويشترون فقط في البيع والشراء أقول لا وإنما في كل جوانب حياتك تحلى بحسن الخلق وكن خلوقا في جميع مناحي الحياة ومع كل الناس نأتي الآن ابنائي وبناتي للتقويم وبه نختم درسنا لهذا اليوم من يقرأ السؤال الأول؟ جيد لاحظوا الشق الأول من السؤال والشق الثاني السؤال ينقسم إلى شقين الشق الأول ما المراد بالخيار في الحديث؟ وما الحكمة من مشروعيته؟ لماذا شرع هذا الخيار؟ ما الحكمة؟ أشك أن هناك حكمة طيب ما الحكمة؟ قد أتينا على ذكرها عندما تحدثنا عن الفوائد السؤال الثاني ما النتائج التي تعود على البائع إذا روج لتجارته بالكذب والغش والخداء؟ نعم لدينا تاجر هذا التاجر يروج لبضاعة بالكذب يكذب ويخدع ويغش الناس هل النتائج التي تعود عليه نتائج حميدة؟ أم نتائج سيئة ومذمومة وقبيحة؟ نعم هو قد يبيع لكن في المقابل ماذا سيحدث له؟ قد ذكرنا ذلك أبنائي وبناتي سويا وأريد منكم أيها الرائعون والرائعات أن تجيبوا على هذا السؤال أما نحن أبنائي وبناتي فإننا في هذه اللحظات يكون قد وصلنا سويا لنهاية درسنا لهذا اليوم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم رزقا كثيرا وفيرا مباركا دائما قلوا آمين اللهم آمين ألتقيكم بحول الله عز وجل في درس آخر قريب دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته